ان شاء الله نردى المحاضرة التانية الله يكلمك تسلم ان شاء الله عندنا المحاضرة التانية من مجدة MT 101 ونحاول قدر الإمكان نمر كمان على أسئل في الأكتيفيتز ونسهل الموضوع قدر الإمكان لو في ويز ممكن نقدر نزاهل بها زي موضوع البرامج أو الآلة الحزبة اللي ممكن نتعامل بها وغيرت الدكتورة أو الدكتور جاسب ما سبقى كل واحد فيكم ومش عارف هل الأكتيفيتز موحدة على كل ولا لا بس على العموم ان شاء الله هنحاول مرة على الأسئلة يعني الأفكار الأساسية وفي نفس الوقت الأسئلة اللي ممكن تيجي أو بنسبة كبيرة ممكن تبقى هي مبدأين نحن وقفنا المرة اللي فاتت مرنا على شوية حاجات كتير كده زي التحليل وزي 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 وآخر حاجة استوقفتنا كان هي how to simplify ازاي تعمل عملية تبسيط فهنبدأ من عندها ازاي نعمل عملية simplification وبرضو الأسئلة اللي ممكن حلها باستخدام طبيق أو باستخدام برنامج أو ما إلى ذلك هوجه ان هي تتحل ازاي باستخدام البرامج دي آآ مبدأين السؤال خلينا ناخد السؤال اللي تحت ده نبدأ به هو هنا بيقول لي اجمع الكاثرين اللي قدامنا دول فعملية الجامعة عموما لما فيك تجمع بين كاثرين لازم تكون عارف قاعدة توحيد المقامات اساسية طيب هي قاعدة توحيد المقامات ازاي قال لي والله لو عندك حضرتك كده A على B plus or minus to C على D كنا عشان نوحد المقامات كنت بقول له اضرب المقامين في بعض يعني خد المقام الأول اضربه في المقام التاني فهقول له B ضرب D واضرب ضرب تصالو B يعني اضرب A ضرب D plus or minus حسب الإشارة بتاعتك C ضرب B ايه ده؟ طب ده نعمله هناك بسهولة بقى اللي اه طبعا مو ده لا يحصل فعلا هنا انا محتاج من حضرتك بتعمل لعملية الجامع بتوين الحالتين دون طبعا الناس كلها المفروض في البيت دلوقتي عشان الحجر والكلام اللي حاصل او الحظر يا ربي فيش اي امل يرجعوا الموضوع تاني تعود عليكم السلامة برجاتي زجعه برجاتي مهندس انا ونا مش عارف تحلهم ولا واحدة بتقول ليه معلشي معلشي ثاني كده؟ معارف الحلو لا اكثر من الموجودين بالمراجعة معرفتيش تحلي ولا واحدة من دول؟ ولا واحدة طب ليه كده؟ يعني ناس يعني ما قدري يعني من بداية ما عرفت يعني طيب خلينا نبدأ الاول بالسؤال اللي انا كنت هبدأ به وده اول سؤال عندنا ده هو المسألة دي فده اول حاجة هبدأ بها وبعدين لو في حاجة اقولي لي وانا معكم في المشكلة اطلافة هنا في السؤال بيقول لي عايزين نجمع الكسرين دول انا كتبت هنا قاعدة لقاعدة ازاي نجمع كسرين مع بعض القاعدة العامة لو بجمع نص زائد تلت مثلا هجمعه ازاي لو هطرح ست ناقص واحد على تمانية هجمعها ازاي او اطرحها ازاي فالقاعدة العامة عندنا هي توحيد المقامات كده يعني هضرب المقام الاول في المقام التاني ضربناه ثم نعمل كروس برودكت ضربة صالو ضربة الاي في الدي والسي في البي طيب السؤال اللي موجود هنا بيقول لي كده اكس على اكس ناقص واحد زائد اثنين على اكس طب هنوحد المقامات ازاي اللي اول استبعا لحضرتك هنضرب المقامين في بعض يعني اخد المقام الاول اللي هو اكس ماينس ون هنضربه فيه ال اكس ثم هنروح نعمل كروس برودكت يعني اخد ال اكس هضربها في اكس طب اكس في اكس تعطينا كم اللي اكس سكوير على طول زائد اللي اثنين اللي هنا هنضربها في المقام اللي هناك اثنين مضروبة في اكس ناقص الواحد ما علينا الا ان احنا بس نعمل عملية تبسيط طب هبسط ازاي هضرب ال اكس في ال اكس تعطينا اكس سكوير اكس في ماينس ون تعطينا ماينس ال اكس ثم البسط نفس القصة اكس سكوير زي ما هي واثنين هندخلها داخل القوصة تعطينا بلاس تو اكس وهنا اثنين في ماينس تعطينا ماينس تو طب اقدر اعمل سيمليفاي اكتر من كده والله يا استاذ لو تعرف قل لي هل ما عرفش ليه لان اولا ما ينفعش عملية مقدرش اكانسل ده ده ما عرفش ده كارسة يعني ده ابن الكوارث مقدرش اكانسل ال اكس دي مع ال اكس دي برضو دي فضيحة يبقى ازن هيفضل الوضع على ما هو علي يبقى ازن ابسط صورة للشكل اللي قدام حضراتكم هو الصورة دي حولناها للصورة اللي هنا فقط قال لي بس مش عايزين منك حاجة تانية اطلق طيب ده سؤال طيب هو في السؤال هيقول لي ايه وانا يمكن اقول لك اد او يقول لك simplify بسط بس زي هنا في رأس السؤال كتب لنا simplify طيب السؤال اللي قبيب اللي هو المفترض اتنين اكس سكوار ناقص تسعة اكس ناقص خمسة على ستة اكس تربية ناقص تلتة اكس ازاي اعمل simplify للشكل ده اللي احنا حلل هنا البسط وحلل المقام قال لي والله بص حضرتك رقم واحد البسط ده لا يمكن تحليله الا باستخدام الاقل الحزبة ليه لانه من الدرجة التانية اول افضل طبعا بلاش لا يمكن ديها عشان قطر ما ننزمش انما في طرق تانية باستخدام طريقة مود خمسة ثلاثة طب ازاي حضرتك تعال نجرب كده والناس تركز اوي الدرجة التانية يعني قس اتنين اما معادلة صفرية يعني بتساوي الصف او معادلة عايز عملها تحليل طب ازاي نعمل التحليل الاول هناخد الاثنين اللي هي معامل الاكس تربيع ونقول له يساوي ثم سالب تزعة ثم سالب خمسة يبقى خدت الحدود كل حد فيهم على ايه على حدى المعامل بتاعه لو ضغطنا يساوي الاولى هيطلع لأكس تساوي كم خمسة قال لي اه طب وبعدين قال لي هناخد عكس اشارتنا في القوس يعني هحط قوس التحليل كده اكس ناقس خمسة مرة تانية قال لي تعالى كم الكهية الاول لو ضغطنا يساوي مرة اخرى طلعت كم سالب نص طب دي بقى هنعملها ازاي قال لي بص يا سيد مبدئيا الاشارة هنا سالب يبقى ناخد العكس يبقى اقول له هنا اخد موجب اذا كان عندي المقدار بتاعنا بصف ومقام يبقى اثنين اكس والحد الثابت هو البسط اللي هو واحد على طول كده قال لي اه يبقى مرة تانية انا عملت ايه عشان احلل مود خمسة ثلاثة اخدت الاول المعامل الاول اللي هو اثنين قلت له اثنين يساوي ثم سالب تسعة يساوي ثم سالب خمسة يساوي بعدين ضغطت يساوي مرة اخرى طلعت اكس الاولى يتساوي خمسة عشان كده خليناها في القوس التحليل عكس الاشارة بقت اكس ناقص الخمسة طيب مرة تانية عايزين نكمل اللي قلاص هقوله كده يساوي مرة اخرى طلع المقدار عندي كم اللي ماينس واحد على اثنين طب الماينس قلنا ناخد عكس الاشارة يبقى ايزا خليناه هنا ايه بلس اهو والمقام كان عندي هنا اثنين خلينا المقام معامل لل اكس وهنا الحد الثابت اللي هو الرقم اللي موجود في المصد لسه مخلصناش طبعا لسه مخلصناش طب لسه هتخلص ايه عندك المقام عايز تحليله برد بس المفترض قبل ما تحلل اي سؤال عندك لازم تختبر اذا كان في عوامل مشتركة ولا لا لو جينا بصينا في البسط كده مفيش عوامل مشتركة عندك انما المقام قال لي لا ده في عامل مشترك مين هو العامل المشترك اللي موجود عندنا اللي في عندي هنا ستة وفي لستة لان كلاهما يقبل القسم على كم على ستة طب اكس تربيع واكس مين العامل المشترك فيهم قال لي اكس ناخد الاقل افتح قوس ستة اكس تربيع اخدنا الستة واكس تربيع اخدنا اكس يتفضل اكس واحدة سالب تلاتين تقسيم ستة تعطينا خمسة والاكس قريضي طلعناها بره يبقى ده الشكل بتاعنا بعد ما اخدنا عامل المشترك بيقول لي كده قاعدة رياضية اذا كان عندك في البسط مخدار او مخدرين او تلاتة او في المقام مخدرين او تلاتة او مضروبين في بعض يمكن اختزالهم او اختصرهم يعني اقدر اقول له كده تعال اتفضل كان سل لنا اكس نائس خمسة مع اكس نائس خمسة مرة واحدة طبعا طب ممكن ابسط اكتر من كده قال لي لا شكرا ما طورش الموضوع اكتر من كده لان هنا قوس عبارة عن جمع وهنا المقام ستة اكس فقط ما اقدرش اكس 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 يبقى يظل ابسط صورة عندنا هو اكس بلاس وان اوبر الابسط صورة ا انا قلت وانا بحل هحاول قدر الان كان المسائل اللي يمكن حلها باستخدام موقع او باستخدام برنامج هقدر اساعد بيه بحيث تسهل على نفسك الموضوع اللي فيه عندنا تطبيق اسمه تطبيق mathway او برنامج ممكن تنزله من على التليفون او التطبيق بتاعه هنا افضل واروحين التطبيق ده فيه بعض الابشنز او الابريشنز اللي ممكن تشعر عليها اما البيزيك mathematics او الالجبرا او الالجبرا او هنشتغل في شغلنا اللي احنا علينا دلوقتي هو على الجبر او على مسائل وابسيط وحل المعادلات طب عايز اكتب المقدار اللي قدام ده حط له وكسر اذا الكسر اللي مفروض موجود هنا بالمهن والمفترض تكتب له هنا 2x 2x تربيع 2 وتقول له x وهنا بتحط له x سكوان عشان تحط له تربيع وتنزل تحت جوية وتقول له minus 9x ونجرب هنا نشوف وهنا minus 5 ونزل في المقام قول 6x الكل square طبعا ده الوي الاسوأ بالنسبة لي يعني بس بالنسبة لبعض الناس هيبقى اريح شوية بس انا بالنسبة لي ده الاسوأ ان انت تاخد الطريق السهل 30 30x بس تضغط على السهم اللي على يمين هنا وتقول له انا محتاج حضرتك تعمل لعملية simplify او top set هو المفترض بيطلع او قائمة تختار منها انت عايز ايه بالزبط فانا هقول والله ممكن تعمل العملية التبسيط او ما الى زيك فعلا طلع للمقدار بتاعنا زي ما احنا محللين و2x زائد واحد على 6x ده اسم list form او ابسط صورة ايه بالنسبة يبقى اذا ده ممكن تعتمل عليه بعض المرات لو اتزنقت ومش كل اسألة يتحلى طبعا بيه في بعض المسائل لا تحلى اساسا باستخدام من تطبيقات لازم تشتغل بنفس طيب نروح قبل ما ننتقل الجزء اللي بعد نروح ننتقل الجزء اللي قدام نا لو حد عايز يشارك نياريت اتمنى زيالك ما تسبنيش لوحدي جدا في حد يشارك معنا مفيش خالص طيب البسط والمقام هنوحد المقامات فيهم يعني البسط والمقام هنوحد المقام كل واحد على حدة يعني نحط كسر كبير كده والبسط هنوحد المقام والمقام هنوحد برضو المقام يعني فيك كسور فوق وفيك كسور تحت طب هنوحد المقام ازاي زي ما انت قلت من شوية هنضرب ده اتنين في اكس احسن دي ثم اتنين وهنا زائد الاكس لأنا ضربت الواحد في الاثنين وضربت الواحد في الاكس برضو نفس الوضع في المقام بس أنا بدأ الواحد ده خليه واحد على واحد ونوحد برضو المقامات مرة اخرى فهنضرب اكس في اكس تعطينا اكس ونضرب ضرب بتصالو بي واحد في اكس تعطينا اكس وانتين في واحد تعطينا كم زائد احنا عندنا قاعدة رياضية اذا كان عندي مقام المقام يطلع بس انا عندي مقامات كتير فوق بعضها دي خرسة طبعا اعمل ايه اللي ممكن تعدل الشكل كده البس هنا اكس زائد اتنين على اكس وعملية التقسيم اللي هو الكسر اللي فوق ده هحول الضرب وانت قلت لما بتحول عملية التقسيم الى ضرب بنعكس الكسر اللي وراها او اللي تحتها يعني بدل ما هي اكس على اكس زائد اتنين على اكس تبقى اكس على اكس زائد اتنين يعني كل اللي عملته عملتي دلوقتي والله حولت عملية التقسيم دي عشان اتخلص من الكسور حولتها الى عملية ضرب الخطوة اللي بعديها العلاقة بينهم ضرب اللي نعم ثم اللي هنا في اكس زائد اثنين وفي هنا اكس زائد اثنين الله ده ممتاز جدا وفي عندي هنا في البسط اكس وفي عندي هنا في المقام اكس يروح يبقى افضل صورة او ابسط صورة للمقدار اللي قدامي هيتفضل واحد فوق عندنا ويتفضل في المقام عندي كم اثنين يبقى اذا واحد على الاثنين دي ابسط صورة للجزء الملغم اللي قدامنا او الشكل الغريب اللي كان ايه قدام خضرككم بشكل سهل الموضوع والله سهل بس محتاج الواحد يعمل ريفرش كده لكل الزكريات الاليمة بتاعت الرياضيات اللي مرت عليه في حياتي يعني كل الزكريات الاليمة هتعمل لها كده ريفرشمنت وتحاول ايه تسترجع كل اللي كان فيها بعد كده بقى هنروح على شوية قوانين مش عايز اتعمق فيها قويل ان الاسئلة كلها اكتيفيتز بس مش اسئلة فاينال او مترم اجزام فهيبقى فيها تطويل في الاسئلة او ما الى ذلك فمش عايز نتطرق للصعب فيها نتطرق للجزئيات المهمة اول حاجة هنا بيقول لي قوانين الاسس والاشكال او التحويلات من الصور العلمية للصور القياسية او ما الى ذلك هنا بيقول للحضرتك اي شيء مرفوع اسص صفر فيعطينا واحد ما عادة صفر اسص صفر طبعا يعني لو جيت كده مود واحد الحزبة قلت له مليون اسص صفر طبعطينا كم هتلاقيها واحد سالب مليون سالب ايا كان الرقم مرفوع اسص صفر برضو هتعطينا كم واحد فاي رول عندنا اي اسص مرفوع الى صفر فيعطينا واحد مباشرة اذا كان في عندي اسص صالب ينزل المقام باسص موجب يعني مثلا اكس اسص صالب ثلاثة هي نفسها واحد على اكس اسص كم ثلاثة في العلاقات بين الاسص اذا كان عندي الاساس واحد يبقى نعمل ايه في الاسص يبقى نجمعها اذا كان في القسمة الاساس واحد يبقى اذا نطرحهم من بعض اذا كان عندي في الاسص اسص مرفوع لسص اخر يبقى نضرب الاسص زي لو قلتلك كده اكس اسص سبعة الكل اسص خمسة هتقول لي ابسط صورة هي عبارة عن خاصل ضرب الخمسة في السبعة تعطينا كم؟ يبقى ضربنا الاسص نفس الوضع لو عندي هنا لو عندي هنا او بي مضروبين في بعضه مركوعين اس يبقى اذا ممكن وزع الاول والاسص على الياه على اكتاني نفس الوضع لو عندنا ايه على بي مركوعين اس برضو هوزع الاوس على البسط والاوس على مين على المقام على افترض X على Y الكل أس سبعة هي نفسها X أس سبعة على Y أس كام أس سبعة ده بالنسبة لنا بيمثل بعض المفاهيم الأساسية أو الروز الأساسية على موضوع الإكسبوننس أو الأسس في نفس الوضع عندنا إزاي عمل عملية تعبير رياضي أحوله إلى أو رقم في صورة رياضية عادية خالص نيوميريكل أحولها لصورة scientific notation أو صورة العلمية أخدنا المعلومة دي سابقا في مواد أخرى أتوقع يعني بس كمعلومة أي عدد على الصورة العلمية لازم يكون عبارة عن صحيح رقم واحد قبل الكسر يعني 3.2 مطلوبة في 10 أس 4 دي بتمثل صورة scientific أو صورة علمية إنما 3.2.4 ضرب 10 أس 2 دي لا تمثل صورة علمية لأن الفصلة قبلها رقمين ليس رقم واحد نفس الوضع لو كتبت كده سالب 7 0 ضرب 5 أس 3 دي لا تمثل صورة علمية لأن المختلط الصورة العلمية بيكون مضروبة في 10 أس وليس 5 أس يبقى إذن دي إزاي بقى فكرة التحويل هي ده المهمة بالنسبة لحضرات المفروض لو عندي كده 5 3 2 7 تساوي عايز أحول دي من الصورة العادية بتاعتها إلى الصورة العلمية أحولها إزاي قالوا والله حضرتك لازم تنتبه إن أي عدد عندك المفترض في فصلة هنا يعني المفترض في بوينت طبعا عايز أعمل موف للفصلة دي عشان خاطر توصل للخمسة لحد قبل الخمسة هنا ليه؟ لأن الصورة العلمية لازم تبقى خمسة فصلة طب هنعمل موف للفصلة كم حركة اللي هتعمل موف واحد اثنين ثلاثة حولنا الفصلة ثلاث حركات يبقى إذن ثلاثة اثنين سبعة بالشكل ده ونقول له ضرب عشرة أس كم بقى المرة دي قال لي أس ثلاث حركات ثلاثة منتز طيب هل المقدار ده أو الشكل ده هو الشكل دائما قال لي لا طبعا ممكن يدينا صفر فصلة صفر 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 خمسة تلاثة اثنين سبعة هل الشكل اللي قدامي ده في الصورة العلمية قال لي لا والله مش في الصورة العلمية ليه؟ لأن الفصلة المفترض قبليها رقم واحد غير الصفر طب عايز أحرك الفصلة اللي أحركها اتجاه اليمين كم حركة؟ أدي واحد لسه صفر اثنين لسه صفر ثلاثة لسه صفر أرب وربعة يبقى أنا أقفل حركت الفصلة كم حركة؟ اللي حركتها تجاه اليمين خمس حركات يبقى خمسة فصلة ثلاثة اثنين سبعة ضرب عشر أس كامل مرات دي بقى اللي خلي بالك انت حركت تجاه اليمين يبقى أس سالب أربع حركات يبقى أس سالب إيه؟ هنا كان عندك الأس ثلاثة يبقى إذن هتحرك الحركة بتاعتك ثلاث حركات يبقى ترضها تاني لأصلها هنا عندي الأس سالب يبقى تحرك الفصلة بتاعتك أربع حركات إلى أن تصل إلى الصورة الصورة الأصلية بتاعتها أو الاعتدارية بتاعتها هنا أمثلة كثير موجودة قدام حضراتكم يقول لي كده كيفية تحويل للصورة اللي في الأول دي إلى الصورة العلمية المفترض عندنا في فصلة هنا في الأول فعملت موف للفصلة الصغيرة دي عملت لها واحد اثنين تلاتة أربعة يبقى إذن حركت الفصلة بتاعتنا أربع حركات يبقى هضرب العدد بتاعنا طبعا الكومة دي كومة مش فصلة يبقى إذن هتبقى عبارة عن فور بوينت أو باي بوينت فور عشرة قصة كام أو ضرب عشرة قصة أربعة هنا نفس الوضع في السؤال اللي بعديه عايزين نحول الصورة اللي قدامنا من الصورة العادية إلى الصورة العلمية أول حاجة هنحرك الفصلة بتاعتنا بس كام حركة المراضي يخلي بالك حرك كده واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لأن المفترض تبقى عند الخمسة يبقى إذن 5.68 عشرة قصة السالب عشرة يبقى دي الصور الصور العلمية بتاعتنا نسوق في السؤال اللي بعدي هيكتب بنفس الطريقة بس هحطله عشرة قصة كام قصة صفر عشان لازم هحط ضرب بيز هو العشرة أو أساس هو العشرة سؤال اللي بعدي جاء سؤال زي المرة اللي فاتت في الـ قال له حول الشكل بس ترين كان في كرسي الصوريات وقع حول الشكل اللي قدامك ده في أفسط صورة للصورة العلمية ممكن تعملها بالآية الحصبة على طول أو تضرب هتاخد هنا 2.5 هتضربها في الستة هتطلع لك 12 15 وتضرب 10 قصة 8 تضربها في 10 قصة 3 هنجمع الأسس تعطينا 10 قصة قصة 11 هل 15 ضرب 10 قصة 11 دي في الصورة العلمية أعني لا طبعا ده لازم أعمل موف للفصلة بتاعتنا حركة واحد عشان تبقى 1.5 المخترط لو حركناها حركة يبقى في 10 قصة 1 يبقى نضرب 10 قصة 1 في 10 قصة 11 تعطينا 10 قصة 12 يبقى ده النتيجة النهائي بتاعي باستخدام الصورة العلمية أتوقع لو كتبت بالحسبة ممكن تحولها خلينا جربها معاكم كده أنا ما جربتاش بالحسب صراحة في 10 قصة 8 ضرب مرة أخرى 6 ضرب 10 قصة 3 فعلا يبقى دي الصورة العلمية بتاعتنا بشكل مختلف برضو نفس اللي احنا قلناه سابقا هو نفس الوضع بالضبط دلوقتي في الصورة الجزرية هو نفس الكلام اللي قلته في الأول مبدئيا لو أنا عندي X أو الجزر التكعيبي لX تربيع الصورة دي بنسميها صورة جزرية لو أنا عايز أحول الصورة الجزرية دي لصورة قصية أحولها إزاي اللي بص يا سيدي عشان تحولها لصورة قصية هتقوله X زي ما هي وتاخد القوة اللي جوة تقسمها على الدليل اللي برد يعني تبقى 2 على 3 كده بجد لو عندي كده جزر التاسع لX 5 هتبقى عبارة عن X 5 على 9 الشكل ده اسمه الصورة الأسية أس نسبي وهنا الصورة الجزرية أو صورة الجزر التاسع أو ما إلى ذلك ممكن يجي يقول لي والله الشكل اللي قدامك ده حولهولي للصورة الجزرية أو حولهولي للصورة الأسية حسب السؤال بتاعه هنا بعض الرولز بقى بعض القواج اللي هي لو عندك صورة جزر إزاي تحوله القص والعكس صحيح هنا برضو نفس الوضع إما على إن ده القص بتاعنا فحولناها للصورة الجزرية والعكس برضو إما على إن يمكن الممثل القص الداخلي وخلي بالك من المعلومة المهمة دي إذا كان عندك جزر والقص بتاعه أو الدليل بتاعه زوجي وهنا زوجي هتعطي لك مطلق العدد وليس العدد يعني لو جيت قلت لك كده الجزر التربيعي لإكس تربيع تعطينا كام هتقول لي مطلق إكس وليس إكس إنما لما قل لك كده الجزر التكعيبي لإكس تكعيب اللي لا تعطينا إكس على طول مش معنى إيه الفرق بين فوق وتحت اللي فوق هنا جزر زوجي إنما هنا جزر إيه جزر فردي يبقى ده الفرق بين فوق إيه وتحت أهو فعلا في الأود نومبر لما يكون عندي الدليل فردي هتعطينا الإيه مباشرة الحاجات دي مهمة جدا 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 عشان بعدين حتى عشان خاطر لما حضرتك تبقى تدخل في صميم المنهج بعدين تقدر توزع الموضوع بشكل كويس هنا برضو رول سهل اللي لو عندي جزر مضروف في نفس الجزر بيعطينا حاصل ضرب ما تحت الجزر الأول والتاني هنا نفس الوضع إذا كان عندك بس مقام الجزر نفس الشيء يبقى نحطوهم على نفس الجزر هنا لو عندي جزر متبوع بالجزر بتعطينا حاصل ضرب الدليل الأول في التاني لو عندك كده الجزر الخامس في الجزر التكعيب الـ X ده يعطينا كم اللي ده يعطينا الجزر وتضرب التلاتة في الخمس تعطينا خمستاشر X هي ده الجزر الخمستاشر للـ A للـ X في أسئلة كثير أو لي مش عايز تتطرك للصعب منها ودي نفس الطبيقات بالضبط نفس القوانين اللي احنا قلناها بس مع الأمثلة اللي عايزي بصها عليها وهنا برضو القوانين أنا عايزي شوف بقى الإكسرسيز اللي موجود عندك أول سؤال برضو من الأسئلة الظريفة جدا والمهمة اللي هو زي تعمل simplify للشكل مبدأيا أنا عندي في البس في القس بتاعنا في عشرة بس الأول في عندي هنا X وفي عندي هنا X وفي عندي هنا X وإحنا قلنا لما بدنا نضرب مقدار في مقدار والأساس بتاعنا نفس الشيء نجمع القس يعني ممكن أقوله كده حط لنا X1 فوق واجمع 5 زائد 2 على 5 5 زائد 2 على 5 والمقام زي ما هو 4 على 5 ده يزير قس 10 زي ما هو 5 زائد 2 على 5 اللي تعطينا X قس 3 على 5 وهنا X قس كم 4 على 5 مش هوزع خالص البس دلوقت أو القس اللي برد طبعا أنا عندي هنا الأساس X والأساس X نعمل إيه في القس وسنطرحها أنا أقدر أقوله كده X3 على 5 ناقص 4 على 5 أهو 3 على 5 ناقص 4 على 5 تعطينا كم سالب 5 يبقى X2 سالب 5 الكل سالب 5 سالب 5 نعم سالب 5 سالب 5 لسه بقى استني أنا عندي هنا في قس سالب 5 وفي قس برة نعمل إيه في القس لو عندي قس مرفوع القس نضربهم صح كده الله ينور يبقى كايني بقوله كده اضرب لنا سالب 5 تضرب هلا في عشرة تطلع لكم سالب 2 يعني تطلع لكده X أس سالب 2 بس كده قال لي آه طب ده أبسط صورة لا يا طبعا إذا أنت قلت لما يكون عندك الأس سالب تنزله لنا في المقام يبقى موقع دلوقت أقدر أقول إن دي أبسط صورة بس كده قال لي والله بس كده طب أقدر حلاب استخدام التطبيق اللي أنت مره لنا دلوقتي أقدر تقطها وتحلها وتعملها وتجربه إلا زي ما أنت عايز طيب ماشي السؤال اللي بعد كده بيقول لي إزاي تعمل سيمبريفايل للأشكال المختلفة اللي جادي مبدئيا مبدئيا السؤال المباشر ما تفكرش أساسا ده مباشر في أسئلة لا تريكي شوي إنما السؤال المباشر أنا بحس الناس بتاخد فيه وقت صويت في التفكير حتى يعني هنا الجزر السادس وهنا ستة تعطينا مين اللي لقى لحظة كده أنت لسه إيه لها فوق هنا اللي هي اللي أنا مسحتها دلوقتي قدامكم دي لما هنا إن وهنا إن والإن إيفن زوجية تعطينا مين على طول مطلق العدد إنما لو كاية فردية هتعطينا العدد بس إيه ده يعني السؤال ده تعطينا واي مباشرة ولا مطلق واي قال لها تعطينا مطلق واي ليه لأن الدليل هنا زوجي والأس زوجي ماشي كويس طب اللي تحت قال لي الجزر التكعيبي لإكس أس 13 معلومة بسيطة أو ينوت معلومة بسيطة إذا كان الأس أكبر من الدليل يبقى المقدار محتاج تبسيط ليس في أبسط صورة الأس هنا كام يا عم أحمد قال للأس هنا 13 والدليل برا هنا كام 3 أكبر قال لي آه يبقى ما ينفعش إن أنت تقول ده أبسط صورة ده لازم تبسط طب هبسط هزاي بسيطة الجزر التكعيبي ليه التلتاشر بتقبل الإسمة على الثلاثة قال لي لأ طب انزل اللي 12 بتقبل الإسمة على الثلاثة قال لي نعم يبقى هتصير كده إكس قس 12 ضرب إكس قس واحد طبعا أو إكس بس طب ليه أسمتها كده قال لي عشان أبسط الشكل شوي طب إزاي قال لي هنا أوزع الجزر التكعيبي لإكس قس 12 ضرب الجزر التكعيبي لإكس طب فيه هنا 12 وفيه هنا 3 وإنت قلت ممكن تحول الصورة الجزرية لصورة قسية عشان تبسطها طب لو قسمت 12 على الثلاثة تعطينا كم أربعة يبقى تعطينا إكس قس أربعة ويظل تحت الجزر الإكس فقط دي أبسط صورة اللي للأسف شكلها كده يضيقك شوية معلشي بس دي أبسط صورة يعني دي أبسط إيه صورة مثال سريع تاني كده قال لي قطعها يا ريت يعني لو عندي كده الجزر الخامس لإكس ستة وعشرين ده ليس في أبسط صور طب نعمل إيه حضرتك قال لي ستة وعشرين اللي جوة دي بتقبل الإسمة على الخمسة قال لي لو الله يبقى تنزل خمسة وعشرين تقبل القسمة على الخمسة قال لي نعم يبقى تقسمها إكس قس خمسة وعشرين ضرب إكس قس واحد وتعيد توزيع الجزر عليهم يصير كده الجزر الخامس لإكس قس خمسة وعشرين ضرب الجزر الخامس لإكس طب قسم كده خمسة وعشرين على خمسة تعطينا كم اللي خمسة يبقى ناتج كله خمسة أبسط صورة طب هناك هيظل زي ما هو الجزر الخامس يبقى ده أبسط صورة بالنسبة لاختيار إيه بتاعك يبقى دايما وإنت بتفكر في حلول المسائل خلنا أجربها كده حتى معرفش هتيجي في التطبيق ولا لأ هنا لو جيت جربت الجزر مش عارف قال فيه جزر أو فيه جزر الخامس وهو جزر الخامس وهنا حطيت إكس مسلا باور سوري باور خمسة وعشرين ستة وعشرين تسير سيمبلي فاين فعلا إدانا إكس قس خمسة ضرب الجزر الخامس لإيه الإكس خلاص يعني فيه بعض الحاجات ممكن تحل برضو به شكل مارن من أشكال إيه المسائل طبعا هنا في السؤال اللي بعديه محتاج أن أنا أوزع البصة على المقاء سوري أوزع الجزر عليهم كلهم واختصر وهنا دي حلها مباشرة حطيتنا الجزر الخمستاشر لإكس زي السؤال اللي أنا حلته فوق من شوية هضرب التلاتة في كم في الخمسة هنا كل اللي جاء أسئلة مباشرة ما عدا السؤال ده لأن ده محتاج مخ قوي أوي صراحة يعني كان وضع السؤال ده يعني دمه تقيل شويتين مبدئيا هنا السؤال اللي فوق لو عايز أحله أحله إزاي قال لي أولا الدليل هنا ثلاثة والدليل هنا ثلاثة قال لي يبقى ممكن نوحد الجزر عليهم كلهم يعني يصير الجزر التكيبي هي 4x تربيع ضرب 6x ثم اللي هيصير كده الجزر الجزر التكيبي 4x6 24 والx تربيع في الx تقاطينا x تكيبي ثم 24 لا يمكن إيجاد الجزر التكيبي لها هي أبسط صورة لها كده أساسا إنما الx تكيبي هتعطينا كم اللي ممكن تعطينا x مباشرة طب إزاي اللي هوزع كده الجزر التكيبي 24 ضرب الجزر التكيبي لx تكيبي إنت قلت لو الدليل نفس الشي نفس الجوة تعطينا x أو مطلق x طب هنا هتعطينا مين هتعطينا x فقط يبقى داي يعطينا x بره طلعناها ويظل تحت الجزر الجزر التكيبي لل4 وإيه الأربعة والعشر بس كده اللي والله يرسل ها اللي عندي سؤال أي حد عنده سؤال يسأل جماعة ما يستحيش إطلاقا نعرف الحاجات دي شوية دمها تقيل بالأخص إن هي بداية كورس المادة إنما اللي جاي كله هيبقى أبسط من كده يعني هو المشكلة إن بداية الكورس الكامل هو الدكتور جاسم أو المحط اللي صليت تقريبا هو اللي وضع الماتريال بتاعتها لأنه هو الجز سي للمادة أصلا جاب تقريبا مرجع ما وخد الانتروداكشن بتاعته خد المقدمة بتاعته وحطها كبداية المنحك عشان كده سمهوش شابتر وان سمهوش شابتر ار أو شابتر ريديو فدي مشكلة صراحة بس هي هيخلاص والأمور فيه إن شاء الله ما تبقاش مستفزة أو زيادة عن لازم السؤال اللي بعده بقى مشكلته شوية إن انت كل واحد فيهم لازم تحلوا على حدة يعني الحد الأول ده لازم تبسطه لوحده الحد الثاني لازم تبسطه لوحده الحد الثالث أصلا في أبسط صور طب أنا اكتشف إزاي يعني واحد يقول لي يعني انت عرفت طب أنا معرفش انت بقى عرفت إزاي قال لي أولا مبدئيا هنا فيه X تكعيب والقص هنا المفترض تربيع اتنين وانت قلت لو القص جوه أكبر من اللي بره يبقى لازم تبسطه خلاص هنا برضو الجزر التربيع الاثناشر ليس فيه أبسط صورة لأن الاثناشر عبارة عن أربعة في تلاتة والجزر التربيع الاربعة في اثنين والجزر التربيع في تلاتة هيظل يبقى فيه أبسط من كده هنا لا يمكن إيجاد أو تبسيط التلاتة X تحت الجزر يبقى أنت مجبر تعمل عملية سيمليفاي لكل جزء فيه طيب نبدأ بالإيه بالأول هنا أربعة وهنا الجزر تلاتة X تكعيد دي هخليها X تربيع ضرب X زائد X الجزر الاثناشر دي هخليها أربعة ضرب تلاتة وهنا X ناقص خمسة X جزر تلاتة X عملت أنت أنا بس كل اللي عملته هنا خليت X تربيع لوحدها عشان أقدرت الله برا ممكن تبسط طب هنبسط هزاي قال الجزر التربيع X تربيع تعطينا مطلق X قال لا بس هنا هتعطينا الموجب فقط لأن X هنا موجودة بروحة موجب يعني ده يعطينا أربعة X جزر 3X زائد الأربعة دي تطلع من تحت الجزر الجزر التربيع الأربعة كان ب2 يبقى 2X ويظل تحت الجزر 3X ناقص 5X جزر 3X ده إعجاز العلم اللي انت بتقول ده للأسف يعني السؤال صعب شوية نعرف هنا جزر 3X هنا جزر 3X هنا جزر 3X كلهم شكل بعض قال آه كلهم شكل بعض طب يبقى نعمل إيه يبقى نجمع المعاملات فقط يعني نجمع 4X مع 2X ناقص 5X 4X زي 2X تعطينا 6X ناقص 5X تعطينا 1X يبقى يعطينا بالآخر X واحدة ويظل تحت الجزر 3X يبقى أبسط صورة للشكل التعجيزي اللي قدامكو ده هو X جزر 3X فعلى جربها معاكم كده الأول أشوف هل هتيجي بالتطبيق ولا لا هنا 4 الجزر الكربية ل 3X الكل تكعيب زائد X الجزر التربيعي ل 12X طبعا اسم الموقع اسمه Mathway الناس اللي كانت معنا الكورس اللي فات دربنا معاهم حاجات كتير زي كده ناقص هنا 5X الجزر الجزر 3 برضو هقول له أنا عايز أعمل عملية simplify أو بسط فعلا إداتنا النتجي النهائي X الجزر التربيعي لترقات X زي ما أنا لسه من شوي خلاص يعني هنا الموضوع يمكن إيجاد تبسيطه بشكل مباشر لو اضطررت في ال activity أو ما إلا ذلك وبالمناسبة activity زي مبارح هو معظم المواد جاي قريب جدا للكورس اللي قبليه إن لم يكن هو أصلا فإن شاء الله الأمور يعني يبقى دعيها آه في أوراق أنا بعدها بشارة للجروب أساسا أوراق و activity يعني طيب أنا ها في الميتينج دا وهفتح الميتينج تاني ندخل على نفس اللينكة مرة تانية لأن المفترض هاي في الميت دلوقتي هنبدأ دلوقتي نروح نشوف activities بتاعتنا activity 1 mt131 mt101 فيش حايز عايز يدينا بصيص أمل كده إن احتمال يخلوا الحظر من الساعة تمانية أو تسعة لا بالله أنا هنفضل كده من الساعة خمسة في البيت ايه أصلا الناس الحين كلها نايمة بس وقت طول جدا جدا صراح جدا جدا الاكتيبيتي الورق اللي أعبعدته هو أريدي محلول عشان برضو لو جاء قريب منه أو شبهه يعني أنا ما بحبش فكرة الاصل واللازق بس في ناس بتتبع طبعا يعني بتقولك لا أنا عايز السؤال أحل وخلاص وعايز أشوف في طريقة الحل وخلاص ومتعدش بتشغيلني وبتاعهم جايب يعني مش عايز أقول أنا بلبل الكل اللي هو عايز بس أنا صراحة مبدأ ان انت تاخد قص واللازق دي أنا مرحب على الأقل خلاص تبقون فهمين احنا بنعمل ايه تمام فالأكتيبيتي الأول ده الدكتورة أمال ما قيتش حط فيه أكتيبيتي أساسا الدكتور جاسم بس اللي حط فيه أسئلة دكتورة أمال الكورس رفات محطتش أساسا أسئلة في أكتيبيتي لشابتر R حطت بس لشابتر فالدكتور أمال الكورس ده غيرت وعدلت الوضع فمن المحتمل يخلوها أكتيبيتي واحد هما اللي تي معبها من المحتمل فعموما خلينا المرأة للأكتيبيتي التالي الدكتور جاسم ونبص على الأكتيبيتي التالي اللي احنا كنا مخضرين ها للناس أول حاجة عندنا هنا بيسأل بيقول the degree of the polynomial يعني كلمة degree أساسا degree درجة درجة بس درجة مين درجة الحدودية بتاعتنا أو الحدودية اللي أكبر قوة موجودة عندي في السؤال أكبر قوة عندي موجودة في السؤال هي X 7 مش X 5 يعني في ناس دايما بتقرأها بالأول لا طبعا ده اسمها حدودية من الدرجة السبعة وتكتب بالصورة الرياضية بتاعتها الأدق هي سالب 4 X 7 زائد 2 X 5 زائد 3 X تربيع ما يعني تكتب دايما بالقوة الأول الأكبر ثم الأقل ثم الأقل طيب يبقى إذن القوة عندنا هنا هتبقى عبارة عن ديجري بتاعت ديجري رقم 7 بعد كده بيقول لي حول الصورة اللي قدامك أو الرقم اللي قدامنا من الصورة العادية إلى صورة صورة أو صورة العلمية مبدئيا الرقم اللي موجود قدامنا عشان يكون على الصورة العلمية لازم يكون فيه ضد هنا بعد الواحد طب إزاي أجيبها عند الواحد قال لي هو قريدي أي عدد عندنا فيه ضد في الأخير يعني فيه ضد في الأخير هنا بس مهملة هنكريتها دلوقتي عشان نقدر نعمل موف للفصلة طب أنا هعمل موف كم حركة بقى دلوقتي قال لي والله هتعمل موف 1 2 3 4 5 يبقى حركت الفصلة كم حركة اللي خمس حركات يبقى إزا جهة اليسار يبقى قس هيكون موجب إنما لو العكس هتبقى القس بتاعنا قس إيه قس سالب خلاص يبقى إزا ده الاختيار إيه الاختيار بتاع ثم بعد كده طلب مننا أو حساب الرقم اللي قدام حضراتكو ده طبعا ده مش محتاج إن أنا أحلها باستخدام المسألة كسؤال لأن ده أساسا يحل بالآل حزب إيه لو حطت كده سالب 64 قس 2 كسر 3 هتعطينا كم مباشرة 16 طب عايز أعرف هي جات من إيه أساسا يا محمد اللي عرفني حتى الطريقة اللي أولا الصورة اللي قدام حضراتك قس عبارة عن كسر يمكن تحويلها للصورة الجزرية هتصير كده X الجزر التكعيبي لأن المقام دايما بنحط هو دليل الجزر وسالب 64 زي ما هي وبرة هنحط التربيع اللي هي الأس اللي ورده هتروح في الآل حزب تجيب الأول shift الجزر لسالب 64 تعطينا سالب 4 يبقى كإني بقوله كده سالب 4 لكل تربيع هتعطينا كم مباشرة أنا هتعطينا 16 خلاص ونخلي بأن الإشارة السالب هو حطاها عشان خاطر يضحك على إيه على الطرق السؤال اللي بعد بيقول expand يعني كلمة expand فك القوس اللي قدامك طب إزاي هفك القوس اللي قدامي إحنا أخذنا المرة اللي فاتت لما كان عندي كده a ناقص b لكل تربيع كنت بقوله كده مربع الأول مربع الأخير الأول ضرب الثاني ضرب الثاني يعني سالب 2 a b هنا نفس الوضع هقوله مربع الأول x تربيع مربع الأخير 49 الإشارة ناقص وضرب الأول في الثاني 2 x 2 x ضرب 7 تعطينا 14 x يبقى إذن الاختيار بتاعنا عبر عن x تربيع ناقص 14 x زي كم زي 49 طيب آخر سؤال كان في الاكتيفتي بتاع الدكتور جاسم الكورس اللي فات لما كان x أكبر من أو يساوي الاثنين بيقول دي لو أنا عايز أحطها على صورة فترات إزاي طب نعملها إزاي دي يا أستاذ قال لي وما ينور على حضرتك على خط الأعدد هنا سالب من النهاية وهنا من النهاية وهنا الاثنين في العدد x هنا تقرأ أكبر ولا أقل قال لي لا هنا x أكبر طب خلاص يبقى أكبر يبقى حط كده وظلل وأكبر إلى مالة نهاية بشكل الله يعني الفترة بتاعتنا من اثنين لمالة نهاية يبقى إزا من اثنين إلى مالة نهاية هي الفترة المغلقة بتاعتنا طيب لحد هنا خلص المفترض اللي كان مجهز على الكورس اللي فات دكتور جاسم اللي جاي بعدها تقريبا الكورس اللي قابيها و أكتيفتي من أسئلة الصعبية بيقول لي هنا simplify the expression b-4 بس موجودها في المقام طب أعملها ازاي دي اللي والله انت قلت إنه أي أس سالم يتعكس مكانه لو في البسط ينزل مقام أو في المقام يطلع فين في البسط طب هنا الأس بتاعنا سالم يبقى يطلع فوق في البراشيوت يبقى هنا بأي أس كام أس أربعة العكس صحيح لو موجود فوق ينزل فين ينزل تحت عايزين نعمل simplify الله جميل جدا السؤال ده طب إزاي نحله قال لي انت قلت أول خطوة بخطوات الحل بتاعتنا إن إحنا نكبد عوامل مشتركة إن وجدت X تربيع نقل 16 X في عامل مشترك قال لي نعم X عامل مشترك يتفضل عندي X minus 16 طيب X square minus X بين عامل مشترك قال لي نعم برضو X يبعيز نخذ X عامل مشترك يتفضل X minus 1 في عندي X فوق وفي عندي X في المقام يروحوا مع بعض هيتفضل عندي أبسط صورة هي عبارة X minus 16 على X minus 1 اللي هو فعلا الاختيار اللي احنا محدد طيب السؤال اللي جاي بيقول لي هنا write the number in scientific notation طبعا ولا واحد فيهم بيمثل scientific notation أساسا الله ينور على حضرتك لازم يكون الpoint بتاعتنا بعد الرقم صحيح واحد ما فيش ولا واحد فيهم في point بعد الرقم صحيح بكلهم ايه error او خطأ ايه او خطأ رياض طيب السؤال اللي بعد بيقول لي هل المجموعة الاولى is sub-set ايه الفرق بين الرمز ده يا عهود والرمز ده قلط لان لا موجودة طب ايه الفرق بينهم اساسا بين الرمزين دول لازم تكون المجموعة كلها تنتمي انا محتواها موجود داخل المجموعة الثانية تمام الثانية ايه الفرق انا انا ما شفت الكلام الثاني ما شفت المكتوب لاني كبر الشاشة ثانية الثانية ينتمي и ينتمي المجموعة الثانية اولا مجموعة ينتمي المجموعة الله ينار هنا مع regular انما هنا مع المجموعة احسن طبعا هنا محتوى يبقى اذا اللاف زياديا صحيح انما هنا theI موجودة وهنا مفيش I اساسا يبقى اذا اللقب تعتنا ايه مش محتوى او مش موجودة الان ازاي? لازم تكون موجبا نخليها ناس ما هي. اما السالب نحكس. ممتاز. يعني اروح الاول عاملها تستهل الحزب بتاعتي. طلعت اشارة موجبا. يبقى هيظل زي النفس المقطار. انما لو كان عكس هالي في الكتابة جزر التلاتة ناقص تلاتة مصر. طلعت اشارة سالبة. قال لي لا عشان تطلعها من المطلق بتعمل سويتش. بدل ما هي جزر تلاتة ناقص تلاتة تبقى تلاتة ناقص جزر ايه? ناقص جزر تلاتة. انما هنا هنا الراجل بدهالي صريحة ودايركت ومباشرة جدا. طيب السؤال اللي بعده. احنا لسه حلين نفس الفكرة من شوية. لما يكون عندي سيمليفكيشن او سيمليفاي. ليه? جزر السادس اكس اس اربعة وعشرين. طب اعملها ازاي? اللي حضرتك قلت لنا من شوية نقس من ده. يعني هتغطينا اكس اس اربعة وعشرين على ستة. طب اكس اربعة وعشرين على ستة تعطينا كم? اساسا تعطينا اربعة. اربعة. اكس بصف. مباشرة مباشرة. طيب كويس. سالب خمسة الصفر. تعطينا سالب واحد. واحد. ليه ما تعطينا في واحد? لا تعطينا سالب واحد. سالب واحد. لان المفترض الصفر هنا قس على الخمسة فقط مش عالسالب. يعني كأنها مكتوبة كده. سالب خمسة قس صفر. خمسة قس صفر بواحد وفيه سالب برا. انما لما تبقى سالب خمسة الكل قس صفر تعطينا واحد. يعني لو جينا جربنا كده. خمسة قس صفر. تعطينا كم? واحد. سالب خمسة. سالب خمسة قس صفر. تعطينا كم? سالب واحد. انما لو حطتها كده. سالب خمسة الكل قس صفر. هتعطينا ايه? واحد. فهو نائم اللي حطت السؤال عشان فقط ليه الاخبط بس ليه? الطلب. فالحل المفترض كم? يعطينا سالب واحد مباشرة. طيب السؤال اللي بعده. دولي هنا عايز يحول صورة اللي قدامنا خط الاعداد. الى صورة ايه? الى صورة انتيربل او فترة. طبعا انا بدايكي هنا عند السالب اتنين. او صورة عند الاتنين. ورايح اتجاه السالب مالا نهاية. طبعا الفترات عندنا بتبدأ بالصغير وتنتهي بالكبير. يبقى من سالب ما لنهاية الى اتنين مغلق وليس مفتوح. لان القوس المفتوح كده. انما القوس المغلق قوس مربع بالشكل ايه? بالشكل. برضو السؤال ده من الاسئال الرائع جدا اللي هو ازا اعمل موديل لتعبير? فبيقول لي الحضراتكو كده. بيقول لي write a model to express the following. عايز حضرتك تكتب لي علاقة رياضية او معادلة توصف الكلام اللي موجود. طب هنا بيقول لي after gaining بعد الحصول على اتناشر كيلو جرام. ماري ويت وزنها بقى كم? تمانين. وط ووط هير بريبيس ويت يوز زا ماري ويت ان ام. يعني ارمز للوزن تاعب ام. رأي الجنهور. اللي تاعبه الاولى. ايوه هو اكيد اللي قالوا الاوز لي. لان هو عطانا الناتج. انزين? عطانا الديادة. هو وزنها ايه اساسا? اللي وزنها ام? صح ولا غلط? ايه. ولما زاد اثناعش وزنها صار الثماني. الله ينورك. حطينا عليهم غصة ناشر. بقى وزنها كم اساسا? بقى وزنها ثماني. اذا بجيب وزنها الاساسي اخسم على ثماني. بزابط. هو طلب مني بس موديل. اخسم على اثناعش اخصص. لا هنوسيق انه انا اطرحها. انا هيتبقى 80 ناقص 12. ايه. صح. ايه. طبتنا 68. انما هو ما طلبش الوزن الاساسي. ده هو بيقول لي عايز موديل بس عايز يكتب علاقة رياضية بس. اوك. طيب. قولي هنا write a numerical value in standard decimal notations. عايز يحول المرات الصورة العلمية لصورة عادية جدا رياضية. طبعا المفترض في point عندي هنا هنحركها كم حركة? خمس حركات. فعندي خمسة تمانية ستة. المفترض كان فيه عندنا فصلة هنا لغناها. نسلناها وحركته واحد اتنين. طبعا عايز اكمل حركة كمان. قال لي هنحركها خمس حركات. يبقى واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة عشان تزيد اصفار. يبقى الرقم بتاعنا عبارة عن 586AAA0. السؤال اللي بعدي اسملي في طبعا ده لا حزبك ولا تتبع اصابك ولا اصابي اللي حواليك. هادا الجزر. الرابع لي افتح قوص طبعا. سالب اتنين. اقفل. باور فور. ايكوال. هتغطينا كم مباشرة هتغطينا. العلاقة اللي بعديها بيقولي هال ال W is subset من الزت. اللي طبعا انت قلت لنا من الاول ان ال N subset من ال W. ال W subset من الزت. وال Z subset من ال Q. وال Q subset من ال R. وال R subset بعدين من حاجة اسمها ال complex number او ال C number. اللي انا اخدها الشابط الجاي. طيب. هنا نفس الوقت يا خلاص احنا عارفنا بقى ان ده هيعطينا واحد مباشرة. الزيرو بينتامي لل W صح والغلط? لا. الزيرو بينتامي لل W اصري لل N غلط. انما هو بينتامي لل W بالعلاقة بتاعتنا. سالب 18 بتنتامي لل Z. طبعا كلام صحيح جدا لان العداد الصحيحة فيها الموجب وفيها ليه? وفيها السالب. كلم برضو سهل وظريف. عايز برضو نحول الصورة العلمية. الصورة العلمية الى صورة القياسية. هنا طبعا القس بتاعنا المرة دي سالب. يبقى ايزا هنعمل موب للفصلة بتاعتنا اتجاه اليسار. فهنا اتنين وفيه point هعمل لها حركة كم حركة? قال لي حركتين. يبقى نحركها واحد. مفيش يبقى نحط صفر ونحط الضغط هنا. يبقى ايزا اتحركت كم حركة? حركتين. يبقى ايزا ده بيمثل بنسبة لنا الصورة القياسية بتاعتنا اللي هي 0.002. ده ناتيك بتاعنا. the distance. the distance between. الدستانس احنا قلنا اللي هو المطلق. الله ينور عليك. طبعا ايزا جيب المطلق between two values على line number. ممكن خضرك تعملها لنا كده على قطة اعداد. وتقول لي هنا صف وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا سالب واحد سالب اتنين وهكذا. انت عايز تجيب المسافة من الاربعة للسالب واحد. عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى كم خمسة? طب مش عايز الطريقة دي خالص هم يلو كده مطلق. اطرح اربعة لا السالب واحد. هتساوي مطلق خمسة برضو كم بخمسة. كده صح? او بخط الاعداد برضو الاجابة هتكون ايه? هتكون صحي. السؤال ده رائع جدا صراح. ليه بقى? لانه هو بيقول لي هل انت فاهم يعني ايه ابسوليوت ولا لأ? فبيقول لي الحضراتكو كده. use the definition of ابسوليوت value to rewrite the expression in simplest form او وزاوة الابسوليوت بدي. هنا الشرط ده اهم حاجة عندي في السؤال. اكس اكبر من اربعة ولا اكس اقل من الاربعة? قال لو اكس اكبر من الاربعة يبقى المطلق هيقول لي الموجب. يعني مطلق اكس ماقص الاربعة بيسوي اكس ناقص الاربعة. انما لو عكس وخليها لي اكس اقل من الاربعة يبقى المطلق هيصير سالب اكس ناقص الاربعة. طيب ايش معنى? لان لما تكون اكس اكبر من الاربعة يبقى القيم اللي جوه المطلق دائما موجبه. انما لما تبقى القيمة اكس اقل من الاربعة يبقى هتعطي لك قيم اصلا سالبة. يبقى لما تعيد تعريفه بيعطي لك سالب ما بدا فيه. طب انا عندي ايه في السؤال? اللي حضرتك عندنا في السؤال التعريف على الاول على الموجب وليس السالب. يعني ده معناه ان اكس ناقص اربعة على اكس ناقص اربعة. لان حولت المطلق اللي بفوق خلاص. هنكنسلهم يروحوا مع بعض يتفضل واحد بس. يبقى يتفضل عندي سالب فين? في المصد. فدي برضو من الاسئلة الرائعة. اللي يعني جميلة صراحة وبيفهم الطالب فيها اذا كان فاهم اصلا يعني ايه ابسوليت ولا لا? انا طبعا سؤال برضو مباشر سالب ثمانية قس طولت اللي هي الجزر التكعيبي لسالب ثمانية اساسا. الجزر التكعيبي لسالب ثمانية بيساوي سالب اثنين مباشرة. لو مش عايز خالص هدي على حسبة. وقوس سالب ثمانية قس واحد على ثلاثة. هتساوي برضو كم سالب الاثنين. هنا السؤال برضو من اسألة ظريفة جدا. بقول لي برضو عايزي تكتب مودي الرياضي. معادلة رياضية لشكل صيغة او شكل ايه كلام حياتي كده او مفهوم حياتي. بقول لي the distance d. المسافة d. traveled by an object dropped from rest is عبارة عن. المسافة لأي object او component او مكتون او او اي حاجة معينة عبارة عن نص times ضرب. the earth acceleration. the earth acceleration اللي هو بنسميها الجي اللي هي بنسميها عاجلة الجاذبية الارضية. يعني ببدئيا d عندنا بتساوي نص مضروب في الجي عندنا اللي هي الجرافتي او الجاذبية. وبكمل بعدين times ضرب the square مربع of times of sorry of the time of travel t. يعني مضروب في المربع الطيب. واكتب write a model for the distance under those conditions. باستخدام الايه? الشروط اللي حطها لك. يبقى ازا المسافة عندنا عبارة عن نص العجلة او الاكسلوريشن في التي سكوير اللي هو ال time سكوير او مربع الطيب. ده طبعا سؤال المفترض في الزياء شوية. بس هو بقولك ازاي انتجنا العلاقة الرياضية بتاعة المسافة. بعد كده بيقول للحضراتكو simplify طبعا اهم حاجة في simplify وانت شايف كده ان القص عندك هنا ايه? قص سالب وليس قص موجب. يبقى ازا السالب هينزل المقام مباشرة. هينزل المقام مباشرة. يبقى ده عبارة عن خمسة. وال Y تربيع زي ما هي. انما ال X الثمانية هتنزل لنا فين? في المقام. لسه في اسألة طب كويس. السؤال اللي بعده ده هيحل باستخدام الحزبة افضل شيء. هتمسك الى حزبة جميلة كده وتقول له سبعة مينس افتح قوس تمانية. زائد اربعة افتح قوس اتنين ناقص افتح قوس خمسة ناقص تمانية. اقفل قوس الكل سكوير. واقفل بره القوس تاني يقول له يساوي هيطع لك مباشرة سبعة وعشرة. برضو نفس الكلام عايز يحول الصورة دي للسينتيفك موتيشن. هنا عندي المفترض بوينت عملها موف. كم حركة ما عرفش يبقى راح حرك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. حركناه في اتجاه اليمين يبقى ازا هتبقى عبارة عن اتنين ضد. المفترض زيرو لو عايز. وهنا عشرة قوس سبعة حركات اتجاه اليمين يبقى ازا قوس سالب. يبقى ازا المفترض دي للتلاتة اتنين ضرب عشرة استسالب كم? استسالب قصة. تقريبا ده نهاية الاسئلة الايه اللى عندنا. يعني لو في اي استفسارات بقى في الاسئال اللى كات موجودة لسا معانا كاريفيجن. ممكن نبقى موجودين مع بعض. بس اشنى ما نطولش معاه دي الفيديو عليكم وكمان اللى عايز زاكري يبقى ايلاك الموضوع مبسط مش معقد او زيادة عن لازمين. ايه ونشوفكم دايما على خير الله يسلم يسلم السلام عليكم